شمو كان الاسم الأولاني لهذا العيد المصر القديم ثم قيل أنه هو أيضا عيد للربيع وقيل أنه هو بداية الخلق أو بداية خلق كوكب الأرض تلات حاجات قالها المصر القديم في هذه المناسبة التاريخ في القصة دي قال إيه؟ هو بالنسبة لنا المصر القديم قسم السنة لتلات فصول كان من ضمنهم الفصل اللي هو الشمو ده فصل الحصاد ده الله خاص بالربيع ودائما الأزهار بتطلع فيه والمحاصيل فكان احتفاء كبير جدا من المصرين القدماء بهذا الفصل لأنه بالنسبة لهم ده يعتبر الخير هما زرعوا العام كله فده الحصاد بالنسبة لهم كان هو موسم المكافأة من الإله ليهم فكان فيه احتفاء كبير جدا المزرعات بتيجيه آه طبعا فده شيء عظيم جدا وكان عندهم عبودات شهيرة جدا للحصاد زي الإله هارينوتي زي الإله نبري رب القمح وحكي عارف مصر دولة زراعية منذ أقدم الوصول إلى الآن فكان ده شيء مقدس جدا ارتباطه كذلك بنهر النيل نهر النيل بالنسبة لنا في مصر قديمة هو وما زال إلى الآن هو واحد الحياة لهذه البلاد العظيمة اللي هي مصر ومرتبط أيضا بالرب أزريس اللي هو يعتبر إله الموت الذي بعث من الموت مرة أخرى فأزريس بالنسبة لنا إله مهم جدا جدا في مصر قديمة فتم تقديس الطبيعة والاحتفاء بالربيع في هذا التوقيت مع أحداث كثيرة زي ما سأتك تفضلت كذلك الخلق حد ذاته في مصر قديمة يعني هما تخيلوا أن الكون ده عبارة عن ماء ثم الإله خلق نفسه بنفسه من هذه النيل يعني هما اعتقدوا أن بداية خلق ربنا للأرض كان في هذا اليوم يعني هو جاء يعني الاحتفاء مصادفة مع هذا التوقيت أنه تم الاحتفاء بالربيع جي بعد كده عيد شام نسيم فكان هذا التوقيت بالنسبة لهم توقيت مهم جدا وربطه بنظرية الخلق اللي هي خاصة بمصر قديمة وكان عندنا نظرات خلقة عديدة جدا أنه كون ده أيضا خرج من بيضة فبالنسبة لهم كانت رمزية البيض رمزية السمك نفسه اللي هو يعتبر رمز المعبود أزريس كل هذه الأمور بتؤكد على عشق مصر القديم للطبيعة حبه لمظاهرها أنها بتجدد الخصوبة والنماء والإنبات ونظرات الخلق وخلق الكم باستمرار من خلال هذه المتوالية كان في تقاليد قديمة فيه يمكن في الصعيد بيحرصوا عليها بس قديمة قديمة يعني قديمة خالص يعني مش عارفة هل هي متورثة من المصريين القدماء ولا إيه زي ما حالك بتقول أنهم كان الرموز من ضمنها أكل البيض لأنه رمز للخليقة بس كان دايما يقولوا أنه يأكلوا بيضتين مش بيضة واحدة لأنها بتحمي العينين كل بيضة بسؤولة عن حماية العيون كان يفكروا في أنه الخروج من البيت وإحنا عارفين أن مصر طبعا في الأساس دولة زراعية فكانوا يكسروا بصل ويرووب الميا على باب البيت قبل ما حد يخرج كلها عادات مصرية قديمة جدا هل هي متورثة من المصريين القدماء ولا يعني مع كل تطور للزمن بيحصل تغيير في العادات هو طبعا مصر قديمة كل الحاجات اللي احنا بنعيشها حاليا وملهاش أي مثلا وجود في حضرات أخرى عادة أصولها مصرية قديمة زي ما حاجة تفضلتي البيض البصل اللي هو أكل الخاص أو اللي بنسميها الملانة اللي هو سوري الحمص الأخضر والخاص والبيض والفسيخ كل هذه الأشياء مرتبطة بمصر قديمة فضلا عن موضوع البصل ده يعني فيه قصة أسطورية بس ما عندناش لها أصول بتحكي أن كان أحد الأمراء يعني كان قبير طفل ابن أحد الملوك فكان هذا الطفل مريض لسنوات عديدة فما كانش بيتم في البلد احتفاء والاحتفال يعني مراعاة لشعور الملك وابنه فالملك في أحد اللي يمس تدعى كبير الكهنة بتاع الإله أمون وقال له شوف لنا حل القصة دي فهذا الكاهن أو كبير الكهنة جاء ببصلة وحطها تحت المخدة بتاعة هذا الأمير فعشان يصنشقها في الصباح ولما يصنشقها الأمير في الصباح خفى ورجع لممارسة الحياة بتاعته بشكل طبيعي فاحتفلت بقى الدولة في هذه الفترة وكان شام نسيم موجود في هذا التوقيت فتم الاحتفاء بالبصل وهمته وبدأوا يعلقوه في البيوت وفي المنازل يحطوا حزم البصل لأنها بتطرد الأرواح الشريرة لما مقاييس الوقت الده ما كناش عارفين بقى أن فيها أنتباطك وكناش عارفين أنها بتمنقي الجو وبتاخد البكتيريا من الجو وبتاخدها يعني وعشان كده حتى برضو في الأرياف وفي الصعيد يقولك لو حد عيان نحط بصلة في القوضة ويتم تغييرها يومين فحل بصل حتى باللفز ده واتنشق فحل بصل أو نكسر وبحيث أن الإنسان ما بيشم هذا يعني الهزير رائحة من البصل طبعا هي بتساعد الإنسان على استنشاق إن هو يقدر يعود إلى مغمى عليه أو حاجة كده لأننا بتنشط الدورة الدموية وطبعا البصل مرتبط بالإله مين عندنا الإله مين إله الخصوبة في مصر قديمة كان من ضمن النباتات بتاعته الخص والبصل تابعا